اشتركوا في القناة وحالات تحكمية فنية محتاجة ان احنا نتكلم كابتن عادل بنص القانون لان انا مش عاوز حد يطلع يقول كلام وهو مع الاسف يعني لابد ان هو يقرى الكون كويس خاصة المادة 11 في هدف نادي المقاونين اللي هو تم الغاءه بداعي التسالف انا ممكن حاليتي جايبها بنص القانون ليه عشان احنا كابتن عادل منش هنطلع نقول كلام ونحكي في حالة والناس ما تبقاش عارفة القانون بيقول ايه خلينا نروح لتقلم التحكيم الاول كابتن ايمن احمد الغندول كان حاكم الميدان ابو الرجال حاكم مساعد وكان معا سامير جمال المتميز دايما كان جلال محمد في الحاكم الرابع وكان محمد احمد عباس الشريب محمد مايو على الفار وكان معا علاء صابري على الفار خلينا نروح للحالة الاولى معنا ونشوف هنا المخالفة ايمن اشرف هل هنا في مخالفة الاول نرجع تاني كده ونشوف نقف هنا كابتن علاء لا بنادل المهن العرب لو عادة بنقول ده هجوم وعد ليه هجوم وعد لانه ممكن يعدي ويروح نحية اليمين ويعمل الباص اللي جاي وبالتالي عنده مسافة كمان يعدي ويعدي عنده اوبشن ممكن يروح كده وكده ولكن هنا المخالفة من ايمن اشرف هنا المخالفة تبقى للقانون بنقول ده تعطيل للهجوم الواعد وبالتالي هنا انذار مستحق لأيمن اشرف في هذه الحالة وبشيد بيه الحكم سامير جمال اللي هو كمان اشار بتكنيك مهم جدا جدا بيئة المخالفة وهنا احمد غندور اكد على الوضع نعم سواء كده كده هي انذار التهور وتعطيل الهجوم الواعد بس هنا اقرب هي ايه اقرب لتعطيل الهجوم لانا زي ما قلت اللعب عنده اوبشن يعدي ويدخل ممكن يدخل من جوة ممكن يعمل بصل اللي جاي وهكذا فهنا الانذار هنا انذار وجوبي والانذار الصحيح نروح لالحالة التانية حالة من الحالات مهمة جدا جدا اللي هنقف عندها شوية كابتن ايمن ونشوف هنا هنا الحاكم المساعد سامير جمال المتميز اللي هو عمل دليه شوية وبعدين حسب التسلل نقف نقف شوية هتكلم من واحد في تمركز الحاكم المساعد سامير جمال كابتن بنا تمركز هاية وانا بشيت بي دايما سامير دايما بيعرف يربط كواس اوي اوي كابتن اسامة ما بين لحظة اللعب او التمرير وموقف التسلل هنا عندنا ايمن اشرف اتبار اقرب وعندنا اللعب نقولين اللاصفر هنا بالزبط طيب البعد يقول ان ايمن اشرف هنا الازدراع هنا متقبل ودي مشكلة خلينا نروح للمادة 11 وبعدين هارجع تاني اللعبة هنا بنتكلم في تسلل كانت من دي المادة 11 اللي هي القانون 11 لا بنجيبش حاجة من عندنا كانت انجلاد طيب حد يقر ولا انا ارانه تفضل تفضل لكابتن طيب بنقول ايه موقف التسلل لاي اعتبر التواجد في موقف تسلل مخالفة يعني اي لعبة في موقف تسلل دا مش مخالفة لما ايه مخالفة امتى لما يبقى ايه تواجد اي جزء من الرأس الجسد او القدم في المصف الخاص بالفريق المنافس باستثناء خط المتصل تي واحد تواجد اي جزء من الرأس الجسد او القدم اقرب الى خط مرمى الفريق المنافس من الكرة واخر تاني منافس اللي جاية دي بتاعتنا الايدي والازرع لكل اللعابين كابتن عادل بما فيهم حارس المرمى ايه الموضوع ايه لا تؤخذ في الاعتبار لاغراض تحديد التسلل اذن لو لعب هنا حاطت ايده وانا طبعا بشيت بيك كابتن عادل وحنا عادل من نتفرج قلتلي مهمة جدا جدا احنا نجيبها احنا عارفنا اه بس نجيب نص المادة 11 وانت كنت انت مصمم نحن نجيب وعشان كده احنا جيبنا كابتن ايمن نص المادة 11 بتقول ايه ان الايدي والازرع لا تدخل في التسلل للبعض اللي هو فاكل لما تبعيدي كده مغطية ولكن انا شايف ان هنا نروح للحالة الهدف الملغي هو هدف ملغي بالفعل التسلل موجود وهنا الجزء هنا متقدم عن ايمن اشرف وبالتالي هنا بشيت بقرار الفار بشيت بيه قرار سامير جمال في هذه الحالة الحالة بعد كده مخالفة للغندور قريب وهنا بنشوف كرار الغندور ايه نشوف هنا المخالفة موجودة وهنا الانذار مستحق وبالتالي هنا بشيت بيه احمد الغندور انذار للتهاور والبطاقة السليمة في هذه الحالة يلا بعد كده حالة الغندور كان قريب وهنا الغندور كابتن انا ايه يعني بعذوره هو خد بالشكل يعني هو حس هنا هنقف حس ان فيه لمسة رياد هو حسب بس لوهو لما حسب كابتن عادل عمل ايه قالك ان الفر هاي سحح ولكن احمد الغندور احنا بنقول ما بنخدش بالاحساس ولا بالشكل ولكن لا بد نحن ناخد بالتفاصيل هنا الايد الكرة تذهب الى الكتف وليس الايد وهنا الايد كمان مضمومة وهنا الايد كمان بتتشال من ايه من الكرة لا توجد ابدا اي مخالفة براكلة الجزاء وهنا بشيد بمحمد عباس مايو اللي في الحية طبعا في الحالتين التسلل وهنا راكل الجزاء اللي هو تم إلغاها نتيجة قرار الفر كان قرار صحيح من محمد احمد عباس باستدعاء الحكم في حالة راكلة الجزاء يلا هنا نفيش راكلة الجزاء وهنا المخالفة غير موجودة بالمر نمر ونروح للحالة بعد كده حالة بعد قال المسك من برا لا من جوه احنا كل حالة بنجيبها يا كابتن احمد بكل المقايص هنا حنشوف بس هارجل فيه اعاقة او فيه ايد فيه ولكن هل المسك دوت يا كابتن احمد نشوف امتد الجوه ولا لا لو المسك الحالة الوحيدة بذات لما المسك بيبقى من برا واللعب يتعمد انه يمسك من جوه بنحسب المخالفة من جوه في هذه الحالة هنا المسك حصل يا كابتن من برا تمام نمشي من برا وهنا هنمشي 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 وكمان هنا اللعب هنا قبل ما اللعب يخش كان سابق دي وبالتالي المخالفة هنا المخالفة من خارج منطقة الجزاء قرار الغندول وقرار فر كان قرار صحيح في هذه الحالة نمر وروح لإيه الحالة بعد كده شوف هنا مخالفة شوف هنا المخالفة موجودة كمان نشوف هنا المخالفة موجودة يا غندور وبالتالي تستوجب البطاقة الصفرة وهنا شوف هنا الدخول هنا من تحت والتهاول موجود وهذه مخالفة من دين المخالفات اللي كان يجب فيها اشهار البطاقة الصفرة نروح للحالة بعد كده هنا الغندور بيتحرك تمام شوف هنا لعبة مهمة جدا جدا مش معنى اننا لعب الكرة مش معنى انا انجح في لعبة الكرة يبقى انا كده خلاص مهمة انتهت لا يبقى لازم الحزبك هنا نشوف ناجح في لعبة الكرة ولكن بعد كده عمل كامل في السمانة أو كامل في القصب هنا كان يجب على الغندور على اقل حساب المخالفة واشهار البطاقة الصفرة للاعب نادي المقارون العرب الحالة كلها بنجيبها بدون تميز ايمن وبنحكي فيها تبقى القانون نيجي للحالة اللي هي عملت شوية جادر وانتو كلعيبة كرة افاضل كبار هنمشي واحدة واحدة بالقانون وبالحالة نرجع وراء خارس نشوف نمشي اللعبة نمشي لحد ما قول لحدك تقف نقف ستوب هنا المخالفة تمت أو لسه ها لسه نمشي سنة كمان سنة صغيرة بس ماشي بس ستوب السؤال بقى يعني واحدة واحدة المسافة احنا دمع يور الفرصة الواحد حق ايه يا وقت نمشي المسافة ما بين المخالفة والمرض هو ليه المسافة ليه المسافة دي هل اللاعب المهاجم في المسافة لما تكون كبيرة كابتن بلال مش لسه حيسيطر ولسه حيروح حيروح بكرته اذن هنا المسافة هنا تفرق ما بين 26 25 يارضا وتفرق ما بين ان هي 18 ممكن السيطرة روح وحط هنا لسه اللاعب عنده لسه السيطرة طيب سؤال سؤال اقرب لعب انا مين كابتن عمر السلاي طيب انا معي اقرتي وبروح بكورة ولاعب من غير كورة هل انا عمر السلاي ما عنده امكانية النهار ده عن السرع يقفل لا عنده الامكانية السؤال غير كورة امكانية عشان بكلم في المسافة انا النهار ده عمر السلية هلمش سنة كمان بس هنا اللاعب طبعا سقط وبالتالي انا اقول ان عمر السلية كان امكان ان هو يقدر يقفل ويلعب الكورة يعني على الاقل كان حقيقة كويس انظر عشان يقول ان دي فرصة واضحة بس انا كحكم حتى لو الفار جابني ممكن اكون مقتنع بالقرار اللي انا خدته صح يا كابتن القرار الاول والاخير يرجع لحكم الاندال انا كفار بعمل علي من لوجه نظري هو شايف الفار ان انا شايف ان دي فرصة واضحة جبت حضرتك عشان تاخد القرار هي ممكن لعبة من اللعاب المهمة جدا جدا في التأدير هنا بتفرق من حكم لحكم في معيار اختلاف في المسافة في تمركز المدافعين في حاجات كتيرة جدا انا شايف ان هنا كان اللي صفر من الغندول في البداية كان هو صحي في هذه الحالة وانا شايف ان هنا طرد حمد فتح اعتقد كان قاسي جدا جدا في هذه الحالة بشكل عام بالقول هم مروا بشكل كويس كابتن ايمن نتمنى 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 تطوير اداء الحكام في الفترة القادمة وبالتوفيق لحكام مصر ويتوفيق كمان للجنة حكام مصر وممروك للنادي الاهل الله يبرك كابتن شكرا جزيلا لخبرنا ازباع الرابع لمباريات الدورة عام مصر منتاز لكوت القدم الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق للمباريات القادمة ان شاء الله حابب في النهاية اشكر نجمنا الكبار اللي شرفونا النهاردة كابتن اسام عربي الف شكرا كابتن نورتين شكرا و الف مبروك للنادي الاهلي ومعشات الجهة بإذن الله رب العالم كابتن كابتن احمد بالله الف شكرا كابتن نورتين مناخلي كابتن ومبروك للنادي الاهلي طبعا وإن شاء الله اللي جاي أفضل بإذن الله بإذن الله رب العالم وشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حصن المتابعة وعلى أمد أن نلتقي بكم مرة أخرى والستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنا وعراق تحياتي